اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لابد أن يحل زمانا يسيرا ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصرطه ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى أيديهم فعاشوا وملكوا مع المسيح ألف سنة وأما بقية الأموات فلم تعيش حتى تتم الألف سنة هذه هي القيامة الأولى مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى هؤلاء ليس للموت الثاني سلطانا عليهم بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه ألف سنة ثم متى تمت الألف سنة يحل الشيطان من سجنهم ويخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض جوج ومجوج ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة فنزلت نارهم من عند الله من السماء وأكلتهم وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة المار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما مودع ورأيت الأموات صغارا وكبارا وقفين أمام الله وانفتحت أصفار وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة ودين الأموات معا مما هو مكتوب في الأصفار بحسب أعمالهم وسلم البحر الأموات الذين فيه وسلم الموت والهوية الأموات الذين فيهما ودين كل واحد بحسب أعماله وطرح الموت والهوية في بحيرة النار هذا هو الموت الثاني وكل من يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار والسبح لله دائما أبديا آمين في هذا الإصحاح يا أحبائي كان أول مرة نسمع عن الألف سنة يقيت فيها إبليس وفي نهايتها يحل من سجنه وأكد أقول أنه هو ده المكان الوحيد في الكتاب المقدس اللي ذكر فيه موضوع الألف سنة وخلال الألف سنة ديت هيملك القدسون مع المسيح والكنيسة عبر تاريخها الطويل عرفت مدرستين في تفسير هذا الإصحاح المدرسة الأولانية يسموها المدرسة الألفية مدرسة الألفيين يعني ودول بعض الطائف البسيحية مش كل الطائف أنه يتؤمن بهذا وبيفهموا الإصحاح ده بأنه في نهاية الأيام هيجي المسيح عشان يحكم على الأرض ألف سنة وخلال هذه الألف سنة هيكون الشيطان مقيد وهتبقى الأرض عايشة في خير وفي سلام وتفيد الأرض بخيرات كثيرة جدا ويرجعوا بقى الأشعياء 11 لما بيقول أن ده الزمن اللي هيربط فيه الزئب مع الحمل إلى آخره لكن إحنا كنيساتنا الأرثولوكسية لا توافق على هذا التفسير المدرسة الثانية يعني اللي إحنا بنتبعها ونؤمن بيها بالتفسير دوت بتفهم الفكرة دي بطريقة رمزية بل إن كل سفر الرؤية وكل الأرقام المذكورة في سفر الرؤية بتشرحها بطريقة رمزية وتفهم إن الألف سنة دي ابتدت من وقت صلب السيد المسيح للمجد ومن بعد الصليب قيد الشيطان والمسيح ربطوا بالصليب وبصليب المسيح ملك على قلوب المؤمنين بإسمه وعشان كده النبوءة بتاعة أشعية بتقول وتكون الرئاسة على كتفية والمسيح شال إيه على كتفه في الصليب فهو ده رئاسة المسيح بالحب ملك على قلوب المؤمنين بإسمه بالحب اللي ظهر في الصليب وبتنتهي الألف سنة بمجيء الوحش إنما أصحاب فكرة الملك الألفي اللي يؤمنوا إن المسيح حييجي يملك ماديا على العالم الحقيقة لما بنفهم نظريتهم بنلاحظ حاجات غريبة وغير مألوفة في شرح الكتاب المقدس زي إيه أولا يؤمنوا إن المسيح حييجي عدة مرات مثلا في المرة الأولانية اللي هي المرة اللي جيه وصلب ومات وقام من الأموات وصعد إلى السنة دي المرة الأولانية مرة التانية اللي هو هيأتي لكي يختطف القديسين على السحاب وهيطرق الأشرار على الأرض وتحصل بينهم حروب طاحنة تنتهي بفنائهم جميعا يخلصوا على بعض يعني المجيء التالت بقى حسب نظريتهم يعني إن بعد خراب الأرض وفناء الأشرار هيجي المسيح مرة تالتة ويملك مع القديسين لمدة ألف سنة ودي بقى السنة اللي هيكون فيها الخير يا عم على الأرض ويكون فيها السلام ويكون مركز حكم المسيح في الهيكل اللي هو في أرشاليم يعني ويقولوا إن اليهود هيكون ليوم وضع مميز في هذا الوقت وده اللي بيخلينا نفهم مين هم أصحاب يعني لوراء هذا التفسير المجيء الرابع بقى اللي بيؤمنوا بيه ده بقى للدينونة بقى المرة اللي هيدين فيها العالم يبيد فيه الوحش لما بنتبع هذا التفسير بنلاحظ إن كلام غريب كلام عجيب شوية إيه معنى إن المسيح بعد ما يتصلب ويموت ويصعد للسماء وكده يرجع عشان يحكم على الأرض حكم مادي ملكوت أرض يعني وبعدين ينسحب منه يطلع السماء تاني ويسيب الشيطان يضل العالم وبعدين بعد ما المسيح يحكم ألف سنة ومع الإدسين المختارين يسيبهم الوحش يجربهم ضد المسيح يعني يجربهم طب ما هو الألف سنة دي كان عايش مع الإدسين طب ما يسبتهم ويقويهم ويأثر عليهم كلام مش معقول وبعدين ننسى إن المسيح له المجد قال المملكتي ليست من هذا العالم ونقض نفكر إن في مملكة أرضية المسيح حيملك فيها واخدين بالكو وبعدين لما تيجي تسألهم تقول لهم طب إيه 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 الحكمة إنكم بتفكروا إن المسيح هيجي عشان يحكم يقول لك أصل المسيح لابد أن يحكم اليهود ولما جي المرة الأولانية اليهود رفضوا إنه يحكم عليهم يا طب ده تفسير يعني هو المسيح يعني مش تقوي إنه هو يحكم اليهود ده بالإضافة أن إحنا ما سمعناش أبداً من السيد المسيح للمجد إنه هيجي كذا مرة كل اللي قالوا له المجد قالوا إنه هيجي مرة واحدة للدينونة وربما تكون فكرة الألف سنة دي ظهرت في بداية الكنيسة وبعض الأباء انحازوا إليها لمجرد إنه هو يعني كان فيه روح المنافسة مع اليهود اللي بيؤمنوا بالخيرات والملزات الزمنية المادية فأراد هؤلاء الأباء اللي اعتنقوا فكرة الألف سنة إنهم يشرحوا لشعوبهم إن المسيحية ما هيش أقل من اليهودية بل إنها بتبدع بخيرات وبركات أرضية لكن معظم أولئك سرعان ما رفضوا هذه النظرية فكرة الملك الألفي وترجعوا عنها وده بيورينا قد إيه تأثير اليهود على الكنيسة الأولى في العصور المسيحية الأولانية إزاي دخلوا المسيحية وأمنوا بالمسيح لكن كانت أفكارهم مازالت متعلقة بالملك الزمني المادي وكانوا مش متخيلين إن المسيح لم يعطيهم ملكا زمنيا هنا بقى نأكد إن السفر الرؤية بيفهم بطريقة رمزية عموما وفي كذا موقف يعني لما يشبه الكنيسة إنها امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها ما هي دي الكنيسة بس ده رمز ولما يشبه مملكة الشر بأمرأة زانية جالسة على الوحش القرمزي له سبعة وقوص وعشرة إلى آخر يعني واسمها الرمز بابل ولما يشبه الكنيس والأباء الأساقفة بالمناير والأساقفة يشبههم بالكواكب أو مثلا لما يشرح لنا إن الشيطان قيد بسلسلة طب هو الشيطان دروح إزاي أن نربطه بسلسلة ولكن يعني رمز رمز ما بداش نفهم الحاجات دي بطريقة حرفية مادية وبعدين مثلا يقول إيه لها مفتاح الهوية طب هي الهوية ليها بوابة وليها مفتاح لا لكن يقصد معنى رمزي طريقة رمزية الحديث عن هروب الأرض والسماء من وجه الله لها معنى روحي وليس معنى حرفي وبرضه طرح الموت والهوية في بحيرة النار ده تأكيد لعدم حرفية السفر اللي له معنى رمزي لذلك بنخلص من كل هذا إن حكاية الألف سنة ما نقدرش نفهمها بطريقة حرفية ولكن بطريقة رمزية ومعنى إن الألف سنة ابتدت بصلب السيد المسيح وتنتهي بمجيء ضد المسيح وفيها بيملك المسيح الكنيسة معناها إن رقم ألف ده رقم السماوي رقم السماء ولما الملائكة بيعبروا عن عدم بألوف ألوف وربوات ربوات والربو عشر تلاف ومثلا لما يقول عدد المخلصين مية وربع وربعين ألف إيه معنى الرقم ده اتناشر ده العهد الأديم اللي هو اتناشر سبت واتناشر ده العهد الجديد الاتناشر تلميذ واتناشر في اتناشر مية وربع وربعين وألف هي السماء مية وربع وربعين ألف هما المخلصين اللي هما من العهدين العهد الأديم والعهد الجديد الجديد ولكن عن متى نحن نؤمن ان الكنيسة بعد صلب المسيح وقيمته وصعوده الكنيسة عايشة في السماء بدليل اما نيجي نصلي بنقول ابانا الذي في السموات بنتعدس الى اب سماوي مش كده ولا ايه ونقول ان المسيح عريس الكنيسة جالس عن يمين الاب ونقول على الكنيسة هي عروس المسيح والمسيح في وسطها دائما فلما المسيح دائما في وسط الكنيسة فهو سماوي اتى من السماء وصعد الى السماء والكنيسة من بعد المسيح تحيا في السماء وحيث ما يوجد المسيح توجد السماء ومعلمنا ابولوس الرسول قال قال قامنا معه واجلسنا ايه في السمويات وقال وان سيرتنا نحن هي السمويات وقال ان حربنا حرب ابليس ضدنا هي في السمويات اللي بنحي فيها عشان يسقطنا منها ده جزء الجزء الثاني أنه إحنا في إيمان المسيحي بنؤمن بالباب الضيق بنؤمن بالطريق الكرب المؤدي للحياة الأبدية والمسيح قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق فالإنسان المؤمن المسيحي لا يشتهله في العالم نصيب لا أكل ولا شرب ولا ملزات شهد قلبه هي في السماء والعالم بضيقاته وملزاته تحت قدمه زي ما قال معلمنا بقول السرسول ليه اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا فيعني قصة أنه واحد يجي يفسر لنا بعد كده ويقول أن الشهداء والأبرار بعد ما انطلقوا إلى السماء هيرجعوا يعيشوا على الأرض تاني بعد ما زاقوا الراحة والنعيم في السماء هيشتقوا للأرض تاني والمسيح يتركهم بعد ألف سنة عشان الوحش يضلهم بعد ما انتصروا غلبوا دخلوا السماء هيرجع تاني الوحش هيمتحنهم اللي تزوق لازلة السمائيات على الأرض وشعر بتفاهة الأرض وإنها نفاية مش ممكن أبداً يشتهي أنه يرجع يعيش عليها تاني ولو قلنا لبقنا الرهبان والسواح والمتوحدين إنكم هترجعوا للعالم تاني ده شيء مش هيفرحهم ولا هيريحهم لأنه مجدوا فرحهم وراحتهم في شخص المسيح بيشبعوا منه ويرتوي به بعد ما تركوا كل العالم ولا الزاته مش هيرجعوا يفكروا فيه مرة تاني وإيه معنى في العالم سيكون لكم ضيق اللي المسيح أخبرنا عنها هل في مدة الألف سنة ولا يعني طب لو كانت في مدة الألف سنة كان المسيح قال إن قبل الألف سنة دي هيكون لكم ضيق لكن أصبوره لما تيجي الألف سنة هيختفي هذا الضيق المسيح ما قالش كده ألف العالم سيكون لكم ضيق أنا قد غلبت العالم فكل ملزات العالم وضيقات كلها تحت أقدامنا ففهمنا أن الأبدية التي بلا نهاية هي بلا أكل ولا شرب ولا النجوع ولا نعطش وإيه فايدة إن إحنا نقعد ألف سنة في خيرات نأكل ونشرب وبعد كده تنتهي النهاية الأبدية تبقى صفر ملهاش أي إيما نرجع لنص الإصحاح نقرأ مع بعض الآيات الآياء واحد واثنين وثلاثة ورأيت ملاكا نازلا من السماء منعه مفتاح الهوية وسلسلة عظيمة على يده وقضى التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده ألف سنة وطرحاه في الهوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يغضل الأمم فيما بعد حتى تتم الألف سنة وبعد ذلك لابد أن يحلى زمانا يسيرا اللي له مفتاح الهوية هو ده الرب يسوع نفسه ويقصد بكلمة الهوية هنا الجحيم يا إم هو الرب يسوع يا إم ملاك يسوع كلفه بهذا الأمر خد منه هذا السلطان والسلسلة العظيمة اللي على يده يعني ده رمز يشير لقدرة حامل هذه السلسلة على أنه يقيد حركة الإبليس في اضطهاد الكنيسة فلا يعود يتصرف بسلطانه بجبروت زي ما كان قبل كده وده المعنى اللي أشر لي سادي المسيح نفسه في حياته على الأرض وقال الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا وقال كمان في موضع آخر رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق وما ننساش أن المسيح لما انتصر على الموت وقام قال أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا الشيطان فهو ده معنى تقييد الشيطان لو جبنا طفل صغير في مدارس الأحد وعلمنا يا حبيبي أنت لما تخاف ما تدلم ولا تتخض ولا ترشم الصليب كده فهديق ده فلسفة عظيمة أن الطفل الصغير ده لما رشم الصليب قيد الشيطان وهزمه وضع منه الخوف ودخل فيه سلام فمعنى تقييد الشيطان هو أن الرب يسوع المسيح له المجد قيد الشيطان زي مثلا لو فيه أسد وجه الصياد نسكه وحطه في أفص وأفل عليه هو كده ما يقدرش أنه هو يفترس أحد واخدين بالكم لكن لو واحد راح وحط إيده جوه الأفص هيحصله إيه؟ الأسد هيكله هيكل إيده يعني ولو فتع الأفص ودخل عند الأسد الأسد هيبلعه صح كده؟ واخدين بالكم أدي المعنى يعني يعني عمليا أن بعد الصلب حصل تغيير كبير جدا في حياة الإنسان ناس تركت عبادة الأوسان وتحولت للإيمان المسيح بعدما قيد الشيطان وبعدين لما بيقول أن على يده سلسلة يعني له سلطان أنه هو يقيد إبليس في حربه اللي بيسرها ضد الكنيسة وأغلق عليه وختم عليه يعني ما عدش ليه كمال الحرية زي ما كان الأول ولكن بعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا وهنا بقى نسأل سؤال جميل جدا ونجاوب عليه ليه؟ لماذا يحل الشيطان؟ نقول ليه؟ في نهاية الأيام هيزداد الإرتداد والإسم والفطور وتبرد محبة الكثيرين والمسيح نفسه له المجد قال أنه هو لما يأتي لعله يجد الإيمان على الأرض شوف الدرجة إيه وكمان معلم نبولس الرسول في تسالونيكي شرح لنا أن لا يأتي إن لم يأتي الارتداد الارتداد اللي هي الناس تتراجع عن إيمانها بالمسيح فمع كثرة الإسم هيتحول الناس عن البعد عن الإيمان ولا يطلب أحد الإيمان بالمسيح أو يريد إن هو يعيش في الإيمان فالناس تحارب بعضها وتتكلب تتهاتف على الشهوة والأموال اقتناء الأموال والجنس إلى آخره فبعدين هنا بقى ربنا يحل الشيطان عشان يباني الناس على حياتها يشوف مين هيتبع المسيح بصدق ومين هينغمس أكتر في العالم لأن الناس هيجربوا إن هو يعيش في العالم فهل يطرى حياتهم في العالم هتشبعهم هتريحهم هيبقى عليهم سمة الوحش يطروا يبعوا يشتروا زي ما معايزين ولكن يفقدوا سلامهم الداخلي وينداموا على إنهم لم يعيشوا حياتهم في الإيمان بالمسيح ويتألوا من الوجع والندم ويصرخوا مع عشاء النبي يقولوا أيها الرب إلهنا قد استولى علينا سادة سواك يتبكت ويندموا ده للي يفهم ويتوب لكن المعاند اللي يستمر في عناده هي مصير الهلاك لكن اللي يتوب هيبقى مصير الفرح ليس في أمور هذا العالم المادي الزمني ولكن في علاقته وارتباطه بالمسيح نكمل ابتداء من العدد أربعة وخمسة وستة نرهم مع بعض ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما ورأيت نفوسا الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله الذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السمع على جباههم وعلى أيديهم فعاشوا وملكوا مع المسيح ألف سنة وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم الألف سنة هذه هي القيامة الأولى مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه ألف سنة الجزء الأرناد ده لاحظنا فيه الموت الأول والموت الثاني والقيامة الأولى والقيامة الثانية نفهم مع بعض إيه هو الموت الأول وإيه هو الموت الثاني الموت الأول اللي هو موت الخطي كل إنسان خاطئ هو ميت في نظر الله بيعيش بعيد عن الله منفصل عنه فبالنسبة للحكم عليه بيبقى ميت الموت الثاني هو الموت الأبدي يعني الهلاك أو الانفصال التام عن الله والدينونة لكن هو موت الجسد يعني ما واحد يموت بالجسد ده هو ده انتقال إحنا لا نعتبر موت الجسد ده موت يعني هو انتقال زي المسيح ما اتكلم على العازر قال لعازر حبيبنا قد نام وبعدين لما دخل بيت ييروس عشان يصلي لابنته اللي كانت ماتت ما قالش ماتت قال إيه الصبية إيه نائمة فده نوم هنيجي بقى للقيامة ايه هي القيامة الأولى والقيامة التانية قيامة الأولى اللي هي للإنسان يتوب عن الخطية التوب عن الخطية كأنها قيامة فالمسيح قال تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات الأموات هنا روحيا الموت الخطية صوت ابن الله والسامعون يحيون هنا بقى دعوة بالتوبة وفي استجابة فكأن دي قيامة دي القيامة الأولى فمثلا الإبن الضال لما رجع أبو قال عنه إيه هذا كان ميتا فإيه فعاش وبعدين ملاك كنيسة سردس بيتكلم بيقول له إيه لك اسم له اسم أنه حي وهو ميت شفتوا إزاي إزايك نفهم أن القيامة الأولى هي التوبة عن الخضية قيامة الثانية بقى دي اللي قال عنها السيد المسيح تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته ويخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينون والحقيقة كتاب المقدس لم يرد فيه عبارة قيامة الثانية لكنها فهمة دونيا يعني لكن عموما الموت هو انفصال عن الله وما تفعلها الخطيئة تفصل الإنسان عن الله فيموت لكن التوبة تقيم الإنسان من موت الخطيئة ويقوم إلى حياة جديدة والمسيح قال كده كل من يؤمن به فله حياة أبدية فالإمام بالمسيح بيعطي الإنسان قوة وانتصار على الخطيئة والمسيح يجيه عشان يعطينا قيامة روحية نتمتع بيها أنفسنا قبل القيامة العامة في يوم الدينون لذلك احنا بنقول أن الكنيسة النهاردة عايشة في الملك الألفي إيمانا أن الكنيسة النهاردة عايشة في القيامة الأولى بتتزوق عربون السماويات بالرغم من الصليب اللي بتحمله والضيق لكن بتتزوق حلاوة الانتصار والتوبة والحياة مع المسيح في الآيات الجزء اللي احنا عريناها بنشوف صورة اللي لا يحصل خلال الألف سنة ففي شهداء قدموا حياتهم شهادة من المسيح ورغم من دول بيختفوا عن أنظار العالم لكن هما أحياء لهم عروش ترتاح عليها نفسهم وعشان كده النص اللي أريناها دلوقتي يقول إيه رأيت نفوس الذين قتلوا هما ولهم شاءك ساد دول الشهداء بقى اللي هما في درجة روحية عالية في السماء وجلسين على العروش ونسأل سؤال بسيط أوي طب يا يحنى أيها القديس يحنى كيف رأيتهم وأنت كنت ما زلت في الجسد ولكنه كان بيرى هذه الرؤية بالروح فقدر يشوف النفوس وهي جلسة على العروش بتاعتها وإحنا في تاريخنا الحاضر شفنا قديسين زي ما شفنا مثلا الست العدرة في الزتون لما تجلت فوق باب الزتون لكنها ظهرت بشكل نوراني خدت جسم نوراني عشان الناس تشوفها وتضبارك منها اكتسد بالنور يعني وبعدين نرجع للنص تاني هؤلاء عاشوا وملكوا مع المسيح ألف سنة فاللي هاملك مع المسيح نفوس وليس أجساد ففكرة الملك الألفي ما لهاش وجود هنا المسيح لن يملك على بشر لهم أجساد لمدة ألف سنة ده هنا بيتكلم على نفوس الأجساد ذهبت للطراب انتظاراً لليوم اللي هتلبس فيه الأجساد الممجدة اللي تشبه جسد المسيح في القيامة فالموت ليس نهاية حياة بل بداية ملك مع المسيح في السماء دول هؤلاء بقدستهم كانوا أحياء في نظر الله فلما ماتوا بالجسد انتقلوا من حياة إلى حياة ممجدة أكثر لم يتلاشوا بل هم أحياء بالمسيح ويملكون معه ألف سنة يحنى شاف النفوس دي لأنه نفسه كان في الروح فهذا الوضع هيستمر حتى في أيام الوحش فاللي يرفض الوحش يكون في نظر الله أنه حي عشان كده في التعبير في النص اللي يقول فعياشوا بيغلب الوحش بيبقى حي حي بالمسيح نالوا حياة حقيقية بالإيمان الوحش فاكر أنه هو قتلهم خلص عليهم لكن هما أحياء في نظر المسيح بقية الأموات ما عاشتش بقى بقية الأموات لم يؤمنوا لكن عاشوا في الشر استمروا في حياة الخطيئة والبعد عن الله ولما قال عليهم أنه النفوس دي لم تعيش يعني ما نلوش الحياة الحقيقية إذن فخلال الألف سنة هناك من يؤمن ويعيش وهناك من يرفض ويستمر في خطيئته ويموت ولا يتمتع بالحياة السماوية اللي بيحياها أولاد الله يعني لن يتمتع بالقيامة الأولى ويحيا في الملكوت العروش اللي شافها والرأيته عروشا دي خاصة بنفوس الشهداء وأعطوا حكما يعني يرتاحوا ويفرحوا لأحكام المسيح اللي هي ضد الأشرار وهيكون ليهم نفس رأي المسيح برفضهم للخطيئة في أثناء حياتهم على الأرض هيدينوا كل من كان يسقط في الخطيئة ويحكموا على الأشرار بشهادتهم عليهم يعني مجرد ما يشتركش في الخطيئة هو بيحكم على الاشتراك أنه هو مدين فالقدسين هيدين وهذا العالم يعني هيشهده عليهم وبعدين يقول تعبير جميل وملكه فالله جعلنا ملوكا وكهنة بملكوت مراس سماوي وسيملكون معه ألف سنة هذه الفطرة اللي يقيد فيها الشيطان إنه بيملكوا القدسون على إرادتهم ويخضعوا لإرادة الله ويملكوا وعود بمراس سماوي ويملكوا بركات مادية وروحية متى انتهى حياتهم هيملكوا رصيبا في الوطن الأبدي مراس لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحه ونخطب هذا الحديث بكلام النص بتاع السيف لو يتكلم عن الموت الثاني اللي هو الهلاك الأبدي اللي هو الزج في جهنم في المصير الهلاك الأبدي ونكتفي بهذا القدر من الإصحاح وإن شاء الله نستكمل معاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله شكرا جزيلا على المتابعة ربنا معكم اشتركوا في القناة